تفقد القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكي إحدى الورش الرئيسة للأسلحة التابعة لإدارة الأسلحة والدخيرة في إطار اهتمام القيادة العامة للقوات المسلحة بالمتابعة المستمرة لعملية التطوير والتحديث للأجهزة والمعدات لمختلف الهيئات والإدارات التخصصية وأثنى وزير الدفاع على الجهد الذي يبدله رجال إدارة الأسلحة والدخيرة لرفع القدرات الفنية والقتلية للأسلحة والمعدات وحرصهم على مواكبة التطور العلمي والتكنولوجي المتلاحق في نظم التسليح العالمية ودورهم في تطوير الأداء للعديد من الأسلحة والمعدات وتحقيق أقصى استفادة منها وصولا لأعلى مستويات الكفاءة والاستعداد القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة كما طلبهم بالعمل على تنمية المهارات العلمية والفنية لدعم منظومة التأمين الفني بالقوات المسلحة وفقا لأحدث نظم الجودة العالمية مؤكدا أن القوات المسلحة ماضية بكل قوة نحو تطوير قدراتها القتالية والفنية وفقا لأحدث النظم العالمية في كافة الأسلحة والتخصصات لحماية الوطن والصوني مقدساته ترجمة نانسي قنقر